بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذا الجزء الثامن من الدرس الثاني part 8 chapter 2 بعنوان drawing line tangent to a circle سوف نبدأ بعرض طريقة رسم التماس للدائرة بمر على نقطة موجودة على الدائرة يعني drawing a line tangent to a circle at a point A on the circle يعني هنا نقطة A موجودة على الدائرة الحالة الثانية drawing tangent to a circle from any given point A outside the circle يعني الحالة الثانية نقطة A هي برة الدائرة خلينا نبدأ بالحالة الأولى اللي هي drawing a tangent or a line tangent to a circle at a point A on the circle وهنبدأ بالطريقة الأولى method 1 هذه الدائرة بتاعنا ودي النقطة A اللي هي موجودة على الدائرة وعايزين نرسم مماس بيمر على النقطة A أو تماس بيمر على النقطة A للدائرة هنعمل A هنجيب الخط اللي هو بيمر على مركز الدائرة ويمر على النقطة A دي الخطوة الأولى نرسم الخط ده بتاعنا وبعدها هنجيب الفرجار ونركز في النقطة A ونفتحه فتحه أجل من الر بتاعنا اللي هي نصف قطر الدائرة ونرسم الجوس بتاعنا ده والجوس ده بعدها ده هنسميها النقطة B مثال ودي ونفتح الفرجار نركز هنا ونفتح الفرجار فتحه أكبر من A B فتحه أكبر من المسافة A B ونرسم الجوس ده والجوس ده بنفس الفتحه هنروح للنقطة هذي نسميها C بنفس الفتحه ونرسم الجوس بتاعنا ده والجوس ده وكده تحصلنا على إيه؟ على نقطة التقاطع هنا ونقطة التقاطع هنا والتماس بتاعنا للدائرة بكل بساطة هو إيه؟ هو الخط اللي بيمر على النقطة دي والنقطة دي ده هو التماس بتاعنا وكده خلصنا رسم تماس للدائرة بيمر على النقطة A اللي هي موجودة فين؟ على الدائرة في طريقة تانية method 2 هذا المعطب بتاعنا هذه الدائرة وهذه النقطة C اللي هي موجودة على الدائرة هنعمل إيه؟ هنعمل إيه في الطريقة دي؟ هنجيب المثلث هنخلي المثلث يوصل بين المركز بتاع الدائرة والنقطة C ونرسم الخط أو نجيب المثلث الثاني ونضعه تحت المثلث الأول وبعدها هنزيح المثلث الأول إلى أن نصل للنقطة C وآخر خطوة بكل بساطة عشان نرسم التماس للدائرة هنجيب الجلم ونرسم التماس بتاعنا وكده خلصنا الطريقة الثانية مقارنة بالطريقة الأولى تعتبر دي أسهل بالنسبة الآن للتماس اللي مر على نقطة برى الدائرة drawing a line tangent to a circle from a given point A outside the circle الطريقة الأولى بتفترض إيه؟ بتفترض عندنا دائرة وعندنا نقطة A برى الدائرة ازاي هنرسم التماس اللي مر على النقطة A أول خطوة نوصل النقطة O بالنقطة A بعدها هنحاول نقسم الخط O A على 2 يعني هنركز في النقطة O ونفتح فتحة نفتح الفرجار فتحة أكبر من نصف O A الفتحة لازم تكون أكبر من O A على 2 ونرسم الجوس ده الأول وده الجوس الثاني بنفس الفتحة نروح للنقطة A نركز هنا ونرسم الجوس الثالث والجوس A الرابع كده تحصلنا على نقطتين دي النقطة واحد وده النقطة اثنين نوصل بين النقطتين عشان نتحصل على النقطة B اللي بتمثل إيه؟ النقطة B بتمثل A B يساوي B O يعني هي الوسط بعد ما تحصلنا على النقطة B نعمل A نجيب الفرجار ونركز في النقطة B ونفتحه للنقطة A ونرسم الدائرة بتاعنا الدائرة دي يا شباب هتتقاطع مع الدائرة الأولى في النقطة نسميها النقطة 1 وده النقطة 2 عشان نرسم المماس للدائرة بتاعنا هنجيب المسترى ونوصل بين النقطة A والنقطة هذه اللي سميناها النقطة رقم 1 ده كمان بيعتبر A مماس ثاني كده خلصنا الطريقة الأولى في رسم تماس للدائرة بيمر على نقطة بره A دائرة بالنسبة للطريقة الثانية نفس المعطة عندنا الدائرة وعندنا النقطة C بره دائرة هنعمل ايه؟ هنجيب المثلث ونضعه بطريقة أفقية ويمر على النقطة C بعدها نجيب المثلث الثاني ونضعه تحت المثلث الأول هنسحب بعدها المثلث الأول إلى أن نصل للماركس وهنا هنحدد نقطة التماس اللي هي دي دي نقطة التماس مارك التنجينت بوينت بنقطة التماس دي ممكن الآن نرسم ايه؟ بكل بساطة باستعمال المصطرة بنرسم خط التماس بتاعنا للدائرة اللي هو بيمر على ايه؟ على النقطة C